هنا ودي خالد المنطقة الواقعة في أقصى الشمال اللبناني والتي تبدو وديعة هانئة لم تكن كذلك قبل نحو عامين حين اخترقها تنظيم داعش الإرهابي مجندا عددا كبيرا من أبنائها ساعيا لإقامة إمارة له انطلاقا منها تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط نور الدين الأحمد كما أحمد الشيخ من رؤساء بلدية المنطقة حوالت تنظيم تجنيد ولديهما فأبلغ عنهما قبل وصولهما إلى الرقة السورية في شباب اتنين فلوا على تركيا بديروا على تركيا والتحوا من هونيك بالرقة اركبت بالطيارة من هون كان لهم شي خمس ساعة تريحين بس الباخرة بتعرفي بتظل 11 ساعة لحقتهم بالطيارة رحت على المرفع لقيتهم مسكتهم وجبتهم سلمتهم للدولة أما هذا فمحمد خالق طيب الساطم الذي فجر نفسه في الضحية الجنوبية لبيروت في العام 2014 وقريب عمر الساطم الذي تم التسميته أميرا وقضى في الرقة قبل شهرين يرفض محمد الحديث مباشرة إلى الكاميرا لكنه يؤكد أن عائلته كما باقي عوائل عناصر داعش في المنطقة قطعوا أي تواصل مع أبنائهم المنتسبين للتنظيم ورفضوا استلام جثث من قد منهم في سوريا هذا عمر الساطم هذا أرابتي أرابتي اللزم يعني مثل ما بيقولوا يعني بي بي ولا دعم أنا بدي أقولك عمر الساطم هذا اللي لا يتجاوز 23 سنة من العمر للأسف أنا بقولك إنسان نعم تنظم بداعش ولكن أنا بأكد لك أنه حتى ما نفهم شو معناه الداعش ودي خالد تحاول تخطي المرحلة السابقة وطي صفحة اختراقها من قبل داعش لكن أهلها يدركون تماما أن أبنائهم سيظلون عرضة لتنظيمات متطرفة أخرى بغياب الحلول الفعلية وأبرزها تحقيق الأمن الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر